بأي دولة يا سيد حسن الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل في العنوين نعي عربي ودولي لعميد الدبلوماسية السعودية والحريري يقول لبنان خسر برحيل الفيصل نصيرا لقضاياه سلسلة مواقف متضامنة مع سلام وبسيل يجدد حملته عليه وفرنجي يعلن اختلافه مع عون في الأسلوب قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له تفشل من جديد في اقتحام الزبداني وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد البابا فرانسيس يتهم المؤسسات الدولية باستغلال فقراء العالم في الرياضة الامريكية سيرينا ويليامز إلى نهاء بطولة ويمبلدن للتنس نعت ديوان الملكي السعودي الأمير الراحل سعود الفيصل واصفا إياه برمز الأمانة والإخلاص وأعلنت ديوان الملكي أن الصلاة على جثمان الأمير الراحل ستكون في المسجد الحرام بعد صلاة عشاء يوم غد السبت وفور الإعلان عن وفاة عميد الدبلوماسية السعودية لعقود عدة صدرت سلسلة مواقف دولية وعربية عددت المزايا التي تحل بها الأمير سعود الفيصل مع أعلان نباء وفاة الأمير سعود الفيصل نعى عدد من المسؤولين الغربيين والعرب رحيل فارس الدبلوماسية في الخارجية السعودية بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي على الساحات السياسية سواء العربية أو الإقليمية والعالمية الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر عن تعزيه لوفاة الفيصل مشيدا بإنجازاته على مدى أربعين عاما قضاها في منصبه وزير الخارجية الأمريكية جون كاري وصف الفيصل بالرجل واسع الخبرة قائلا أن الراحل خدم بلاده بنظرة ثاقبة وزير الخارجية الفرنسية لورون فابوس وصف الفيصل بمهندس الدبلوماسية السعودية ورجل السلام والمدافع عن استقلال بلاده في المحافل الدولية وفي بريطانيا أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها للشعب السعودي لوفاة الفيصل وتقدم رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وولي عهد أبو ضابي الشيخ محمد بن زايد ببرقية عزاء إلى خدم الحرمين الشريفين لوفاة الفيصل كما أرسل العاهل المغربي محمد السادس برقية تعزية رسمية إلى خدم الحرمين عبر فيها عن الخسارة لفقد الفيصل الذي كرس حياته لخدمة المصالح العليا للرياض عبر العالم وأشد وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح بمناقب الفقيد مؤكدا أنه كان ملهما في مواجهة الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية كما أعرب وزير الخارجية البحراني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن بلغ حزنه لوفاة الفيصل مؤكدا أن السعودية والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقدوا رجلا عظيما وهب كل حياته وأفن عمره كله في خدمة وطنه وأمته بدورها أعربت السفارة الألمانية في الرياض عن تعزيها ووصفت الرحل برجل الدولة الأزهر الشريف نعى الفيصل مؤكدا أن التاريخ سيسطر بحروف من نور مواقفه التاريخية حيال قضايا الأمتين العربية والإسلامية وزير الخارجية المصرية سامح شكري أكد أن الشعب المصري لن ينسى للأمير صعود الفيصل مواقفه المشهودة الداعمة والمساندة لمصر ولقضايا الأمة العربية على مدار العقود الأربع الأخيرة وفيما عزل اتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السعوديين في فقيدهم الأمير الفيصل ذكر الأمير العام للجامعة العربية نبيل العربي بأن الفقيد قاد الدبلوماسية على مدار أربعة عقود بكفاءة واقتدار وإيمان وصلابة وكان مثالا للدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية وطلق خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالات تعزية وبرقيات من رؤساء ووزراء آخرين عبروا عن حزنهم في المصاب الأليم الأمير الراحل سعود الفيصل إنجازات ومواقف تقرير ديزيري أسمر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق غادر الحياة إلى مثواه الأخير المملكة العربية السعودية نعت وزير خارجيتها السابق رجل السياسة والإنسانية الذي توفي في ولاية لوس أنجلس الأمريكية عن عمر الناهز الخمسة والسبعين عاما يمكن اختصار مسيرة الرجل بعميد الدبلوماسية الدولية لأنها التعبير الأنسب لوصف أربعين عاما من العمل السياسي قضاها في منصبه حاول الأمير الراحل طوال تلك السنوات المساعدة على إرساء السلام في مختلف دول العالم العربي من دون انكسار وما الدليل على ذلك سوى آخر كلمة قالها قبل تركه منصبه الذي عين فيه في العام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين إننا لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهجون لها الأمير صعود الفيصل بن عبد العزيز السعود أمير الدبلوماسية السعودية من موليد الطائف ويعد صاحب أطول فترة بقاء في المنصب كوزير للخارجية مقارنة بالنظرائه في دول العالم وكان يتقن سبع لغات إلى جانب اللغة العربية بدأ حياته المهنية بنيل درجة البكالوريوس في قسم الاقتصاد من جماعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية في العام 1963 وبدأ حياته العملية مستشارا اقتصاديا في وزارة البترول والثروة المعدنية قبل أن ينتقل بعدها إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن بيترومين وبعد توليه عدة مناصب تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية صدر في العام 1975 مرسوما ملكيا بتسميته وزيرا للخارجية إبان شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز الذي كان وزيرا للخارجية إضافة لكونه ملكا للبلاد تمتع الأمير الراحل بذكاء حاد وسرعة بديهة مكناه من إيصال جوهر الرسالة السعودية بكل حنكة مدافعا عن المصالح العربية مهندس السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية عاش قضايا الشرق الأوسط والعالم العربي بكل تفاصيلها بدءا من القضية الفلسطينية ثم حربي الخليج الأولى والثانية والغزو العراقي للكويت والحروب الإسرائيلية ضد لبنان من دون إخفال الدور البارز والمميز له في التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني بين اللبنانيين في مؤتمر الطائف التي أنهت الحرب اللبنانية ومن آخر كلماته يشبه سعود الفيصل حالته الصحية بحال الأمة العربية أني أستميحكم عذرا أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاح أثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا الأمير سعود الفيصل الذي أرهاقه مرض باركنسون لم يتخلى عن روح المرح رحل مخلفا وراءه إرثا سياسيا وثقافيا يتباهى به السعوديون والعالم العربي معهم في المواقف المحلية قال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إن الأمير سعود الفيصل ترك وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثا تاريخيا ثمينا في العمل الدبلوماسي على المستويين العربي والعالمي أضاف سلام برحيل الأمير سعود الفيصل خسر لبنان صديقا حقيقيا ونصيرا كبيرا أحبه وعمل دائما لخير اللبنانيين وتعزيز أمنهم واستقرارهم كما وقف إلى جانب لبنان في الكثير من المحطات الصعبة وسهم مساهمات أساسية في المساعدة على حل أزماته من أبرزها دوره في وضع اتفاق الطائف الرئيس سعد الحريري نعى الأمير الفيصل وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع تويتر بغياب الأمير سعود الفيصل تنطوي تجربة عريقة من العمل السياسي والديبلوماسي شكلت لسنوات طويلة علامة فارقة للحضور العربي في العلاقات الدولية وأكد أن لبنان يخسر بغياب الأمير سعود الفيصل نصيرا لقضاياه وأخا كريما عرفه اللبنانيون مهندسا بارعا من مهندسي الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجا اعتبر أن لبنان فقد بغياب الفيصل أخا عزيزا ساهم بكل تفان وإخلاص في ترسيخ علاقات الأخوة والتعاون بين المملكة ولبنان فكيف لنا أن ننسى سعيه لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية فضلا عن انحيازه الدائم إلى جانب لبنان في المحافر العربية والدولية كما مساندته كل القضايا العربية المحقة في المحافر الدولية لسيما القضية الفلسطينية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان قال أن الأمير سعود الفيصل كان شخصية فذة في الدبلوماسية العربية ورجلا محبا للبنان واللبنانيين ومساعدا وداعما لحل الأزمة اللبنانية نذر نفسه وحياته في خدمة قضايا العرب والمسلمين بحكمته وصبره في معالجة الأمور في المنطقة فكان نعمة دبلوماسي المرن وبرحيله فقدت المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي والعربي دبلوماسيا بارعا وإنسانا كانت صفاته أخلاق الإسلام في إطار التضامن مع رئيس الحكومة تمام سلام مزار الرئيس ميشيل سليمان السراي الحكومي ورافقه وزراء اللقاء التشاوري وأكد أن ما جرى بالأمس في مجلس الوزراء هو أن زوات صبيانية تعرض البلد للخطر ومن السراي الحكومي أكد الوزير بطرس حرب أن تاريخ سلام يدفع عنه أكد الرئيس ميشيل سليمان من السراي الحكومي أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كان له الشجاعة عندما قاطع الانتخابات النيابية انسجاما مع الموقف المسيحي ورد عقب اللقاء معه بحضور وزراء كتلته على مواقف التيار الوطني الحر وأسلوب تعاطي وزرائه داخل الحكومة معتبرا ما حصل نزوات صبيانية ومشاريع وهمية ستؤدي إلى خراب البلد رئيس سلام هو رجل التوافق وامتياز شو ما كانت نوعية القرارات اللي عم بياخدها هو ما رح ياخد أي قرار ما حيخليه أي قرار يمره إذا فيه اعتراض عليه ما حدا له حق بنزوات أنا سميتها صبيانية وأصر على التسمي وليحكوا البدنية نزوات صبيانية عم بتعرض البلد للخطر نحن بهذا الظرف نجد أن نكون متضامنين هادئين وعيين على كل شيء بالحوار مش بالقوة مش بالأقدام منقدر نحصل على الحق أنا أعتقد أيضا أنه رئيس الحكومة مرس دوره المسؤول بشكل جيد بشكل ممتاز وبرفو على الرئيس سليمان أكد أن تعطيل الانتخابات الرئاسية ليس خدمة للمسيحيين مدافعا عن الجيش اللبناني ومذكرا بتضحياته وتسأل كيف يمكن القول أننا مع الجيش وندافع عنه وفي الوقت نفسه نشهر بقائده الرئيس سلام التقى كذلك وزير الاتصالات بطرس حرب الذي اعتبر أن تاريخ الرئيس تمام سلام يدافع عنه وقال أن الكلام الذي سمعناه بالأمس غير صحيح وسنمنع أي أنكام من تدمير الدولة يجب عليها تسيير أمور البلاد دون أن يعمد أي فريق لا إلى الهيمني على حقوق الرئيس الجمهورية على الحقوق التي بتعبها لها الجمهورية ولا بالوقت زيته على الإدعاء بأنه وزير واحد أو أكثر من وزير اثنين ثلاثة أربع حتى خمس ستي رئيس سلام من المعيب أنه حدا يتعاطى بهذا السلوط رئيس سلام تاريخه السياسي وهو المرتهم بأنه مراعاته لعناصر الوحل الوطنية وللوجود المسيحي والدور المسيحي مرتهم أنه مبالغ فيها رامل اسمعاني البارح هو كلام غير صحيح هو كلام في تجني هو كلام لا يعبر إلا عن مشاعر من الحفظ والكره ومن الرغب بتدمير ما تبقى من الدولة اللبنية الرئيس سلام اجتمع أيضا مع مدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود غداة الإشكال الذي أثاره في مجلس الوزراء قال وزير الخارجية جبران باسيل إنه تعمد القيام بما قام به في جلسة الأمس أمام الإعلام متهما رئيس الحكومة بمخلفة الأصول والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية باسيل وفي مؤتمر صحفي لفت إلى أن وزراء التيار الحر لم يتراجعوا في موقفهم بخصوص التعيينات شارحا وجهة نظره من الاتفاق المخرج التي تم التوصل إليه بالأمس الاتفاق المخرج برحة هو واحد أكرار بند مش جدول الأعمال وكره نحن بالمطلع مع أكرار عدة بنود بجدول الأعمال طالما نحن موافقين طالما نحن بواكلتنا عن رئيس الجمهورية وبحسب اللي هي نحن موافقين فليكن اتنين فترة أسبوعين من دون جلسات لإعطاء المجال للبحث السياسي وإيجاد الحلول والجلسة المقبلة والجلسات المقبلة هي للبحث بهالمواضيع الأساسية بعمل مجلس الوزراء بظل قياب رئيس الجمهورية لأنه حتى في فكرة مبارحة نحن طرحناها يرأس عندما يشاء أنا وزير أنا وزير فيي بادر قوم بها المهمة والثلاثة أنه لا قرارات من دون الاتفاق ومن دون الوصول إلى الحل وهيدا الموضوع بعناصره الثلاثة بعتقد فيه ضمانات وأهم الضمان الأخلقية لا نشوفه ولكن هذا لا يعني أنه المشكلة انحلت وأنه الوضعية اللي نحن فيها انتهت أبدا نحن خط الدفاع عنهم كلهم سوا عن اللي بده يا اللي ما بده اللي بده يزقف يا اللي ما بده يزقف والشارع اللبناني كله يا اللي هو كمانا نحن عمنا معركته كله لأنه الدستور والقوانين والدولة بتخص كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين ونحن إذا داعش السيف هي خطر على كل لبنان وعلى كل الاعتداد بلبنان داعش السياسة هي خطر على كل اللبنانيين بكل تواقفه وسنواجه داعش السياسة في المقابل أكد رئيس تيار المرضى النائب سليمان الفرنجي أنه يؤيد التيار الوطنية الحر في القضايا المطروحة لكنه يختلف معه حول الأسلوب المتبع متمنيا أن يكون طرح مسألة الفيدرالية زلت لسان نحن ولا يوم كنا على خلاف مع الطيار الوطن الحر إلا بالأسلوب إلا بالأسلوب لذلك لذلك هذا موقفنا موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية مش موقفنا نحن منستعدين نعمل حرب على صلاحيات رئيس الجمهورية كنا سيكتين لحد هلأ وكانوا معتبرين يمكن ندام جزء من الرأي العام أنه نحن تخلينا أو نحن عملنا له نحن أنا أحب بيكون واضح وخاصة لشعبية الطيار الوطن الحال اللي منحترمها ومنحبها أنه نحن عم نتبلغ أرارات وإذا ما مشينا أخونا أو إذا مشينا خيمنا مقتنعين الفيدرالية بتبلش من الودي شحرون إخلاص بي صغيرتهم نحن منا مع التهجير ولنا مع الإلغاء لذلك أنا بتصور نحن ما فينا نعيش ما فينا نعيش وأنا بتمنى تكون زلة لسان من الطيار الوطني الحال أنا أتصور أنه الرئيس تمام سلام ما كان بيروح على على النصف زائد بحض لأنه هذه ضرب ضرب واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية ولو صارت يعني وبيعرفوا الطيار الوطني الحال وبيعرفوا بالاجتماع اللي قبل بيوم اللي صار بوزارة الخارجية كانوا نزلوا حزب الله والمردى وطيار الوطني الحر والتاشنك وكل العالم على الأرض يعني ما كانت ما رأيت هيك يعني كان المشكلة أنه أخي إذا صار في خطأ نتصرر ما صار في خطأ لابدنا نتصرر رئيس اللقاء ديمقراطي النائب وليد جمبلات طلقت تصالا من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام شكره فيه على موقفه الداعم إزاء التطورات السياسية الراهنة وجدد جمبلات وقوفه ووزيريه إلى جانب الرئيس سلام حفاظا على الحكومة والاستقرار وحفاظا على اتفاق الطائف التي حدد أصول وأليات العمل كما أجرى جمبلات اتصالا بالنائب فرنجي شكره فيه على موقفه الذي يصب في مصلحة حماية الاستقرار ووحدة لبنان مؤكدا على ضرورة تكثيف التواصل بين مختلف الفرقاء في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أكدت على أن الدولة هي الضامن الوحيد للبنانيين الأمانة العامة التي عقدت اجتماعا استثنائيا لمواكبة التطورات قررت القيامة بزيارة تضامنية إلى رئيس الحكومة تمام سلام عصرا يرافقها أعضاء من المجلس الوطني الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين وبأنه ليس هناك من ضمانات أخرى ممكن أن نتقدم اليوم حماية اللبنانيين الدولة اللبنانية هي الضامن حكومة لبنان في ظل الشغور الموجود هي التي تتولى إدارة الشأن الداخل اللبناني رفع الشعارات الطائفية من جهة بجر رفع الشعارات الطائفية من جهة أخرى وهذا نحن ما بدنا ولا يمكن أن نروح بهذا الاتجاه وزير الدفاع سامير مقبل أبدى رفضه التهجم من قبل وزراء التيار العوني على رئيس الحكومة وأكد بعد زيارته المطران إلياس عودي على صلاحيته في اختيار قائد للجيش إن التهجم الذي حدث من قبل وزراء الطيار الوطني الحر على موقع رئاسة مجلس الوزراء أمر غير مقبول هذا ما أكد عليه وزير الدفاع سامير مقبل بعد لقائه متروبوليد بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودي مقبل لفت إلى أن الديمقراطية الموجودة في الدستور تمنى حصول مثل هكذا أمور في مجلس الوزراء في اليوم تهجم على مقامات يلي ما لزم كانت تكون صحيح نحن ببلد ديمقراطية صحيح نحن بعضنا منحكي لتاريخ الدقيقة هاي بالتوافق وبالاتفاق بس أنا ما شايف لا فيه لا توافق ولا فيه اتفاق بس ما معناتها أنه بعض أنه وزراء تصبح لحالة تتهجم بهذه الطريقة على رئيس حكومة يلي هو يمركز بمسؤولية مثل ما اليوم نحن فيه مقبل أشار أنه بعد تعذر الاتفاق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش فإنه بحسب قانون الدفاع يعود لشخصه بصفته وزيرا للدفاع اختيار وتعيين الشخص المناسب الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أكد أن من يفرط بدور رئاسة الجمهورية يضحفن بحرصه على الحقوق كلام الحريري ورد خلال سحور رمضاني أقمه قطاع البرأة في منسقية ترابلس أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الرئيس سعد الحريري حريصا على أن يكون مع تيار المستقبل في موقع الاحتدال لإطفاء كل الفتن التي ما زالوا يعدونها لعاصمة الشمال كلام الحريري جاء خلال سحور رمضاني أقامه قطاع المرأة في منسقية ترابلس في متعم دار القمر حضره النواب سميل الجسر بدر والنوس وقسم عبد العزيز وعضل مكتب السياسي محمد المراد منصق عام ترابلس مصطفى علوش منصق عام القيطة عكار سامر حدارة وعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء من منصقية ترابلس وقطاع المرأة الحرير الذي نقل تحيات الرئيس سعد الحريري إلى أهالي ترابلس جدد التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية نحن بطيار المستقبل عم نقاوم بالسياسة تنأمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم قبل بكرة كرمال حافظ على الموقع المسيحي الأول بكل المنطق على عكس البعض اللي عم يتحفنا بحرصه على الحقوق وهو عم يفرط بدور رئاسة الجمهورية وتعطيله للانتخابات الرئاسية وأشدد الحريري على أن التمسك بالاعتدال في هذه الظروف الصعبة لا يعني القبول أبدا بأي تفريط بحق الإنسان وهذا ما تم التعبير عنه من خلال الدعوة لمعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب في السجن رومية جريمة الاعتداء اللي تعرضنا المهور فيه بالسجن رومية هي اعتداء علينا مثل ما أكدت كل المحاولات الرخيصة لتقليب الشارع علينا الأزمة بلغنان مش بان أكترية وأقلية ولا بان إسلام ومسيحية الأزمة بان مين بده الدولة ومين بده الدولة بان مين بده يحمل بلد ومين بده ينتحر فيه دفاعا عن بشار الأسد كما كانت كلمة للنائب السابق مصطفى علوش أشاد فيها بدور المرأة في تيار المستقبل وكلمة لمنصقة قطاع المرأة في ترابلس نبيل بابته خلال إفطار في ترابلس أكد وزير العدل أشرف ريفي أنه لا يحق للمتجرين بالمقامات الدينية أن يحمل اسم الله فيما حيى المفتي مالك الشعار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على مواقفه مأدبة إفطار تكريمية للمؤسسات الاجتماعية العاملة في ترابلس أقامها وزير العدل أشرف ريفي وعقيلته في منتجع الميرامار في حضور مفتي ترابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ومدراء وطلاب دور الرعاية الاجتماعية الوزير ريفي أكد أن فجر الحرية بدأ يلوح في الأفق والنصر آت لا محالة بعيدا عن الدعوات المشبوهة للعنف والتطرف فالتقن هذه الأيام المباركة استسكارا لروحية هذا الدين وليتوقف المتاجرون بالشعارات المذهبية والمقامات الدينية الحاملين لرعيات لا تمتل الإسلام بشيء سوى بالاسم أو الشعار عن سلوكياتهم البعيدة كل البعد عن سورة الإسلام تمرسناها لنا جميعا رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من يناصر الظالم لا يمد للإسلام بسلام من يقاتل حفاظا على كرسي الطاغية فيقتل الأبرياء ويجرد النساء والأطفال لا يحق له أن يرفع راية تحمل أسم الله من ناحيته وجه المفتي الشعار تحية إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وإلى الوزراء المصرين على استقرار البلد لا يفوتني على الإطلاق من أن أوجه تحية كبيرة إلى حكومة لبنان رئيسا ووزراء على مواقفهم وثباتهم أمام التحديات وأمام القلاقل وأمام التجاوزات لأن الحكومة في لبنان بقيت هي الصمام الأخير مع جيشنا الوطني الذي يقوم بالسكر على أمن المواطنين مع ثائر القوى الأمنية في هذا الوطن الحميد كما كانت كلمة لمديرة ميتم الشعراني شكرت فيها ريفي وعقلته لرعايتهما الطفل اليتيم وتكريمه في شهر رمضان المبارك عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش دعا خلال إفطار رمضاني إلى عدم السماح للنائب ميشيل عون باستدراج اللبنانيين إلى ردات فعل ذات طابع طائفي معتبرا أن من يعطي الانتخاب رئيس للجمهورية لا يحق له المطالبة بحقوق المسيحيين فإن القضية هي أن ميشيل عون ذاته هو من سطى على حقوق المسيحيين والمسلمين معا بإمعانه في تعطيل انتخاب رئيس المسيحي للبنان وهو من اغتصب حقوق المسيحيين والمسلمين معا بوضع نفسه في خدمة جزار لبنان وسوريا معا وهو من اغتصب حقوق اللبنانيين بكل طوائفهم بتأييد اعتداء حزب الله على الشعب السوري فإن كان من مظاهرة في لبنان يجب أن تخرج اليوم لتتوجه إلى بيت الجنرال في الرابية لاستعادة حقوق المسيحيين وانتزاع رئاسة الجمهورية والدولة والمؤسسات من الأسر الذي فرضه هو وحزب الله عليها بعد الفاصل تتابعون تصعيد حوثي في اليمن قبل سريان البدنة عصرا لليوم السابع على التوالي تخضع الزبداني في ريف دمشق لقصف من مختلف الأسلحة الثقيلة في محاولة لتدمير المنازل وتهجير الأهل تمهيدا لاقتحام المدينة من قبل كتائب الأسد وعناصر حزب الله كثف السلاح الجو الأسدي من غاراته على مناطق في مدينة الزبداني حيث شهدت اشتباكاتنا عنيفة بين فصائل المعارضة وكتائب الأسد المدعومة بمسلحي حزب الله وذكرت مصادر ميدانية أن عصابات الأسد ومسلحي الحزب شنوا هجوما عنيفا على محوري قلعة الزهراء والجمعيات في محاولة جديدة للتقدم لاقتحام الزبداني تحت غطاء ناري كثيف وبلغ عدد القضائف والصواريخ نحو 500 قضيفة وصاروخ بالإضافة إلى 50 برميلا متفجرا و30 غارة جوية من الطيران الحربي وأكدت المصادر أن الثوار تمكنوا من التصدي لهم وإفشال الهجوم بعد معارك طاحنة أسفلت عن مقتل أكثر من 30 عنصرا وجرح الآخرين وذكرت مصادر في المعارضة أن عدد من الشبيحة أصيب في قصف مدفعي شنته على مواقع قوات النظام في منطقة المتحلق الجنوبي القريبة من حي جوبر الذي تسيطر عليه المعارضة ويأتي هذا القصف ضمن المعارك التي تخودها المعارضة للسيطرة على مواقع جديدة في محيط جوبر في العاصمة وفي الجنوب شنت طائرة الأسد حملة قصف على الأطراف الغربية لبلدة المزيرب في ريف درعة وعلى مناطق في بلدتين غدير البستان وعين الذكر في الكطاع الجنوبي في ريف لقنيترا وإلى الوسط جددت قوات النظام قصفة على منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي فيما أعلن النظام أنه يضيق الخناق على متشددي تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة تدمر في هجوم كبير يهدف إلى استعادة المدينة الأثرية الرومانية من أيدي المتطرفين بعدما سمح لهم بالدخول إليها أما في إدلب فنفذ الطيرون الحربي غارات عدة على معارضة النعمان ومحيط مطار أبو الظهور في وقت استهدفت المعارضة مواقع قوات النظام في منطقة سليمان الحلبي وحيي الخالدية والأشرفي في حلب شمالا أيضا سيطر مقاتلو تنظيم داعش على كليتين الاقتصاد والهندسة الواقعتين في حي جويران جنوب مدينة الحسكة تسلم مجلس الأمن مسودة قرار يطالب الأمم المتحدة ومنظمة حضر الأسلحة الكيموية بتشكيل فريق لتحديد المسؤولين عن شن هجمات كيموية في سوريا يدرس مجلس الأمن مسودة قرار تقدمت به الولايات المتحدة تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون ومنظمة حضر الأسلحة الكيموية تشكيل فريق من المحاققين لتحديد المسؤولين عن شن هجمات كيموية في سوريا وكانت واشنطن وزعت مسودة قرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات ثنائية مع موسكو استمرت أكثر من شهرين في شأن سبل تحديد المسؤول عن هذه الهجمات وذلك على أثر تنديد متكرر من منظمة حضر الأسلحة الكيموية باستخدام غاز لكلور بطريقة ممنهجة ومتكررة كسلاح في سوريا فيما نفى كل من النظام والمعارضة استخدام لكلور السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور ونظيرها الروسي لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين تقاطعت مواقفهما على ضرورة توصل مجلس الأمن إلى توافق وإنشاء ألية تحقيق مستقلة لضمان تقديم المسؤولين عن الهجمات الكيموية للعدالة وفي هذا المسعى تلحظ مسودة القرار الأمريكي تعاون الأمم المتحدة مع منظمة حضر الأسلحة الكيموية كي يقدمها إلى المجلس في غضون 15 يوما من تبني القرار توصيات تتعلق بإنشاء ألية تحقيق المشتركة لتحديد بأكبر قدر معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أخرى في استعمال أسلحة كيموية في سوريا ووفقا لمسودة القرار فإن مجلس الأمن سيرد على اقتراح بان في غضون 5 أيام وبمجرد أن يبدأ فريق المشترك العمل سيكون مطلوبا بأن يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوبا من فريق المحققين إتمام أول تقاريره في غضون 90 يوما في اليمن صعدت ميليشيات تمرد الحوثي صالح من اعتداءاتها على اليمنيين خصوصا في تعز حيث تردد أن المتمردين ينوون اجتياح المدينة قبيل بدء سرايان الهدنة عصر اليوم قبل ساعة من الإعلان الرسمي للأمم المتحدة عن هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن بعد موافقة جميع الأطراف والتي تبدأ عصر اليوم وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية صعدت ميليشيات التمرد الحوثي صالح من اعتداءاتها على المدن اليمنية خصوصا في مدينة تعز حيث أفد شهود عيان بأن الإنقلابيين أهلقوا المدخلين الشرقي والشمالي تماما في وجه المواطنين ومنعوا حركة الدخول إلى المدينة والخروج منها كما قام الإنقلابيون خلال الساعات الماضية بنشر آليات عسكرية ثقيلة على مشارف المدينة وسط أنباء عن نيتهم اقتحام تعز التحركات الحوثية قبلتها المقاومة الشعبية بتسديد المزيد من الضربات للمتمردين مسهدفة عددا من المواقع بين تعز وعدن كما سجلت اشتباكات عنيفة في شبوى والحديدة وفي محافظة إئب أكدت مصادر أمنية مقتل ستة على الأقل من عناصر التمرد في غارات استهدفت تجمعاتهم على طرق مؤدية إلى الضالع وتعز إلى ذلك أكدت مصادر يمنية أن المقاومة الشعبية حققت تقدما في جبهة لحج التي شهدت الاشتباكات الأعنف حيث باتت المقاومة على مشارف قاعدة العند العسكرية في لحج وتبعد عنها نحو كيلومترين فقط طائرات التحالف العربي شنت غارات على تجمعات للحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح شمال العاصمة صنعاء واستهدفت الغارات مواقع زهرة المدائن خلف ملعب الثورة وهنجر في جولة عمران وموقع آخر بالقرب من مبنى التلفزيون كما شنت طائرات سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين جنوب اليمن تركزت على منطقة العطيف في صرواح غرب مأرب أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن المملكة تتصدى لشغب إيران في المنطقة مذكرا بأن داعش ارتكب عمالا إجرامية ضد العرب ولم يرتكب أي جريمة ضد إيران وفي سياق آخر قال الجبير في مؤتمر صحفي من الأردن إن السعودية تعتمد على نفسها وليس على أمريكا في الحفاظ على مصالحها إلى أنه شدد على أن العلاقة بالولايات المتحدة استراتيجية وواشنطن تدعم عمليات التحالف في اليمن نحن ناس عندنا الحمد لله عقل وعندنا حكم وعندنا صبر وعندنا طيلة بال وعندنا قوة قوة شخصية قوة معنوية قوة اقتصادية قوة عسكرية ما حد يجنننا الإيرانيين إذا أرادوا أن يقوموا بأعمال شغب في المنطقة لن يكون ذلك على حساب المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية تعمل بالتصدي لأعمال إيران المشاغبة في المنطقة وخير يديل على ذلك التداخل المملكة في دعم الشرعية في اليمن يجننا في اتفقت الدول الست الكبرى وإيران على تمديد المفاوضات إلى الغد لاستكمال المحادثات النووية بحسب ما أعلن وزير الخارجية البريطانية فيليب هامونت جو من التشاؤم يسيطر على اليوم الأخير من المفاوضات النووية بين إيران والقوى الست الكبرى المنعقدة في جناز والتي يحاول الأطراف في خلالها التوصل إلى اتفاق يقيد برنامج طهران النووي في مقابل تخفيف للعقوبات عليها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف شكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق النووي النهائي مع القوى الكبرى اليوم في ظل وجود مشكلات يصعب حلها وفق تصريح لنظيره الفرنسي لوران فابيوس وكالة فارس الإيرانية أشارت إلى أن المحادثات النووية وصلت لطريق مسدود بعد رفض أمريكا مطالب إيران وبخاصة ما يتعلق بالعقوبات وفيما لم يصدر أي تصريح رسمي بعد بشأن مصير المحادثات تكثف الأطراف الغربية وإيران من لقاءاتها واسط تبادل للاتهامات والتحذيرات بين طهران وواشنطن علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني علي خامينئي اتهم القوى الغربية بتغيير موقفها خلال المفاوضات حول عدد كبير من المسائل معتبرا أن الخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران يجب احترامها جاء ذلك ردا على تحذير كاري بأنه في حال لم تتخذ قرارات صعبة فبلاده مستعدة تماما لوقف العملية التفاوضية مضيفا أنه لن يبقى على طاولة المفاوضات إلى الأبد رغم أنه لن يتسرع بإبرام اتفاق على عجل وفي ظل أجواء الأخذ والرد هذه تبقي الأطراف باب تمديد المحادثات النووية مفتوحا بحيث اعتبر البيت الأبيض أنه يمكن للمحادثات أن تستمر ما دام هناك التزام حقيقي من جانب الأطراف كافة لحل القضايا فيما أوضحت إيران أنها لا تقترح تمديد المحادثات كما لا ترفض ذلك أيضا في النشرة تابعون بعد الفاصل رسالة حياة تضامنا مع الفقراء في الشوارع أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها نعي عربي ودولي لعميد الدبلوماسية السعودية والحريري يقول لبنان خسر برحيل الفيصل نصيرا لقضاياه مواقف منضامنا مع سلام وبسيل يجدد حملته عليه وفرنجيه يعلن اختلافه مع عون في الأسلوب قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له تفشل في اقتحام الزبداني أعلنت قيادة الجيش توقيف المدعو أمير أحمد منصور في التباني في ترابلوس المطلوب لانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية كما أوقفت في محلة البحصاص السوري خطارق خالد فياض لتجوله بالقرب من أحد مراكز الجيش بصورة مشبوهة من جهة أخرى دهمت قوة من الجيش منزل المدعو علي منذر زعيتر في محلة الفنار الزعيتري من دون العثور عليه وضبطت داخل المنزل كميات مختلفة من المواد والحبوب المخدرة بالإضافة إلى ست كاميرات مراقبة وصلت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة المدير السابق لمكتب قناة الجزيرة في بيروت غسان بن جدو الذي أجاب على أسئلة الاستجواب المضاد لفرق الدفاع مشيرا إلى أنه زار المدير العام السابق للأمن العام جميل السيد صبيحة الخامس عشر من شباط الفين وخمسة وأنه تحدث معه عن شريط أبو عدس وأنه طلع منه على معلومات أولية عن هذا الشخص كما تحدث بن جدو عن ألية العمل عادة في القناة وكيفية تحديد الأولوية في نشر الأخبار في حالات كجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدفاع كشف عن اتصالات تلقاها أحد زملاء بن جدو في مكتب الجزيرة من رستم غزيلي وهو أمر نفى بن جدو علمه به قامت جماعة رسالة حياة مع سفير البابوي جابريال كاسا بزيارة العائلات الفقيرة في شوارع لبنان حيث تم تقديم مساعدات معيشية لهم الكلمات تشددت على ضرورة نشر السلام والمحبة ومساعدة جميع الفقراء خصوصا الذين يعانون جراء العنف الذي يشهده الشرق الأوسط الإصطرات رمضانية متواصلة وتجديد على مواجهة الفتنة الطائفية التي يروج لها البعض أقام رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك إفطارا رمضانيا في دارته بالكويخات حضره عدد من الشخصيات السياسية والأمنية وفعاليات المنطقة ورجال الدين اللقاء كان فرصة للتأكيد على تغليب لغات العقل عوضا عن الطائفية والمذهبية ارتضينا أن نسكن معه وأن نعيش معه وأن نكون معه في وسط مؤامرة كبيرة عالمية لتهجير مسيحي الشرق للأسف الشديد اليوم دولة رئيس ميشيل عون يجر المسيحيين واللبنانيين إلى المجهول ساعة بحجة الدفاع على الدستور ساعة بحجة الدفاع على المسيحيين وللأسف الشديد هو أول من طعن بالدستور مرات ومرات ومرات عديدة وفي بحنين نظمت جمعية التنمية والبر الخيرية أفطارا رمضانيا في مطعم الصديق شارك فيه عشرات النازحين السوريين من مختلف المناطق العكارية والمينية حيث أكدت الكلمات على أن الشعب السوري سينتصر مهما طال الظلم وستنتزع الكرسي من تحت حكم بشار الأسد نتابع في الاقتصاد بعد الفاصل صندوق النقد الدولية توقع تراجع النمو الاقتصادي لأدنى مستوى في خمس سنوات نتابع الاقتصاد مع باسل الخطيب اتفضل باسل شكرا لينا أهلا بكم أكد رئيس الاتحاد الغرف اللبنانية محمد شئير في تصريح أن موقف الحياة الإيجابية الذي يمليه عليه موقعه يحتم عليه الانحياز للكطاعات الانتاجية التي أمثل والمصلحة العامة للبلاد وحذر من أن البلاد تقف على أخطر منعطف اقتصادي واجتماعي يهدد البلد وقال إنه موسم الصيف مجددا والسياسة من جديد تضرب حياة الناس واستقرارهم الاجتماعي وهذه المرة أيضا خدمة لمصالح خاصة وضيقة ولفت شئير إلى أن الهيئات الاقتصادية مجتمعة نادت السياسيين أن يرأفوا بالبلاد والعباد وقال اليوم بعد محاولات استخدام الشارع والأقدام نحذر مجددا من الاستمرار بالعبث باستقرارنا وبالإسراع بانتخاب رئيس لنعيد بعض الثقة في لبنان شن البابا فرانسيس الأول هجوما عنيفا على ما سمها استعمارا جديدا تمارسه المؤسسات الاقتصادية الدولية بحق الفقراء في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى بوليفيا وقال البابا أن برامج التقشف التي تقوم المؤسسات الدولية بفرضها على الدول الفقيرة تسعى إلى اختزال هذه الدول واعتبارها مجرد مصادر للمواد الخام الرخيصة والعمال الرخيصة للدول الثرية داعيا فقراء العالم إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي وأكد فرانسيس أو البابا فرانسيس على ما وصفه بحقوقهم الاقتصادية المقدسة في السكن والعمل وتملك الأراضي وجاء تصريحات البابا خلال مؤتمر هو الثاني من نوعه للحركات الشعبية التي تمثل فقراء العالم في سياق آخر توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصاد العالمي هذه السنة إلى أدنى مستوى له منذ الانكماش في العام 2009 مع بقائه مهددا بتداعيات الأزمة اليونانية وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الجديدة التي أصدرها يوم أمس إن الاقتصاد العالمي لن يرتفع هذه السنة بأكثر من 3.3% ما يشكل تراجعا بنسبة 0.2% مقارنة مع توقعات شهر نيسان أيبرل وتباطئ مقارنة مع نسبة 3.4% التي سجلت في عام 2014 وأكد الصندوق أن الأزمة اليونانية ومخاطر خروج البلاد من منطقة اليورو لم تؤثر كثيرا حتى الآن على سير الاقتصاد العالمي مبقيا على توقعاته بنمو منطقة اليورو ولفت إلى أن خفض توقعاته للنمو العالمي مرتبط بالواقع بعام القديم وستثنائي وهو انكماش الاقتصاد الأمريكي في الفصل الأول من السنة بسبب الشتاء القاسي هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد إلى اللقاء في الرياضة بعد الفاصل المكسيك تسحق كوبا في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف مع هبة زيدان نتابع الرياضة تفضلي هبة شكرا لينا مساء الخير غادرت بعثة أكاديمية نادي بيروت لكرة القدم أفسي بيروت إلى السويد للمشاركة ببطولة جوتيا كاب وذلك للمرة التامنة على التوارب البعثة ضمت أكثر من 80 لاعب ولاعبة بمسلو 8 فئات عمرية من موليد 2004 حتى موليد 1997 بالإضافة إلى 14 مدرب وإدارة برئاسة المدرب ربيع دريس حيث سيخدوا المنافسات لمدة 10 يام قبل ما يعودوا إلى بيروت يوم السبت 19 الشهر الحالي دولياً سجل المهاجم أوربي بيرالتا هاتك ساعدت منتخب المكسيك بالفوز وبشكل كتير كبير على منتخب كوبا بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف وهيك بيكون تصدر منتخب المكسيك المجموعة في حين احتل منتخب كوبا المركز الأخير قدم منادي ريال مدريد الأسباني لعبه الجديد دانيلو بشكل رسم من الجماهير والإعلام بملعبه بي سانتياجو برنابيو وكان اللاعب قد أجرم برح الكشف الطبي بإسبانيا بإطار إجراءات انتقاله من نادي بورتو البورتيغالي إلى ريال وذلك بعد ما توصل الملكي إلى اتفاق مع بورتو مقابل 32 مليون يورو لانتقال النجم البرازيل البالغ من العمر 23 عام ويلي وقع للبقاء بصفوف ريال حتى الصيف 2021 وبعد تقديمه بشكل رسمي للجماهير المدريدية قال اللاعب اليوم حققت حلم الطفولة وهو اللاعب في صفوف ريال مدريد بالطبع هذا أحد أسعد الأيام في حياته هالا مدريد بدوره أكد الدولي الويلزي جاريث بي اللاعب وسط فريق ريال مدريد أنه عم يستعد بقوة خلالها الصيف للموسم الجديد وأنه منتظر بلهف تحقيق نتائج جيدة مع الملكة ومنه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 11 بتاريخ المرنجة بيل وخلال تغريد لقيله على حسابه الشخصي على تويتر أكد أنه عم ينتظر بشغف بداية الموسم الجديد لكي يفوز بأي لقب مع النادي الملكة استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمقره الحكومة مبارح منتخب سيدات إنجلترا لكرة القدم يلي أحرز الميدالية البروزية بمونديال أسيدات وكانت اللاعبات قد التقينا أيضا بالأمير ويليامز يلي بيتولى منصب الرئاسة الشرفية للإتحاد الإنجليز للفتبول بذكر أنه هذه هي المرة الأولى يلي بتفوز فيها إنجلترا على ألمانيا بـ 21 مباراة جمعت بينتهم وأخيرا بالتاني استأهلت المصنف الأولى عالميا الأمريكي عفوا سارينا ويليامز إلى نهاية بطولة وامبلدون بعد تغلبها بنصف النهاية على الروسية ماريا شارابوفا بمجموعتين من دون مقابل وبنتيجة 6-2 و 6-4 ويليامز راح تقابل بالمباراة النهائية اللي راح تقام بكرة السابت بالأسبانية جابريين ميجروزا بلانكو بفوزة على البولندية أنياس كارادفانسكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-2 و 3-6 و 6-3 ختام نشطنا الرياضية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء يبقى التذكير بالعنوين نعي عربي ودولي لعميد الدبلوماسية السعودية والحريري يقول لبنان خسر برحيل الفيصل نصيرا لقضاياه سلسلة مواقف متضامنة مع سلام وبسيل يجدد حملته عليه وفرنجي يعلن اختلافه مع عون في الأسلوب قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له تفشل من جديد في اقتحام مدينة الزبداني في الاقتصاد البابا فرانسيس يتهم المؤسسات الدولية باستغلال فقراء العالم وفي الرياضة تابعتم الأمريكية سيرينا وليامز إلى نهاية بطولة وينبلدن للترس نهاية النشرة شكرا لكم بأي حق بأي شريعة بأي دين بأي تولية سيد حسن اشتركوا في القناة